حادثة سير مميتة إثر انقلاب حافلة بين خريبغا والفقي بن صالح تؤدي بحياة 22 شخصا وإصابة أزياد من 34 آخرين فيما الحصيلة مرشحة للارتفاع دوليا تركيا وإسرائيل تعلنان رسميا إعادة تبادل سفراء وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نسأل خير مشاهدينا نشرتون إخبارية جديدة من كاب فنتكتخبتونج أهلا بكم للأسف يستمر نزف حرب الطرق في حظ مزيدا من الأرواح إذ تسبب حادث انقلاب حافلة صباح اليوم الأربعة بطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينة إخربجا والفقي بن صالح في مصرع 22 شخصا ضمن ركاب الحافلة فيما وصيب أزياد من 34 منهم بجروح متفوتة الخطورة لتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع أستنفر للحادث عن ناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية وسلطات المحلية والإقليمية التي حلت بعين المكان كما تطلب توفير عدد من سيارات الأسعافة تبعات الوقاية المدنية والمجمع الشريف للفصفات إلى جنب سيارات نقل الأموات تبع لمختلف الشمعة الترابية القريبة من مكان الوقع رحم الله ضحايا وإن لله وإن إليه راجعون مزيدا من الحيطة والحضر مشاهدين في الطريق في خبر آخر أعلنت مؤسسة شفشاون فن وثقافة عن تجيل النسخة 12 من مهرجان أليقرية وذلك تضامنا مع ساكينة المناطق المتضررة من حرائق الغابات بالمنطقة بلغ للمؤسسة أشار أن هذه الأخيرة قررت أجيل النسخة 12 من مهرجان أليقرية إلى موعد لاحق وذلك تضامنا مع ساكينة إقليم شفشاون ولا قليم المجاورة التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة الحرائق الغابوية المسجلة خلال الفترة الصيفية الجالية في ذات الوقت أكدت مؤسسة شفشاون فن وثقافة تنظيم الملتقية والمهرجانات الفنية وثقافية شكلت دوما رفعة من رفعات تنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي سامت في أعطاء دفعة قوية للقطع السياحي بالمدينة من جهة وتثمين الهوية الثقافية للمدينة من جهة أخرى معتبلتنا أنه في خضم الضرفي الرهناء ارتأت المؤسسة بمعية شركائها الموسطيين تأجيل المهرجان إلى وقت لاحق بالمغرب دائما وفي نشرة انذرية أفدت المدرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعة بينه من المرتقب أن تعرف عدد من قليم المملكة أيام الجمعة والسبت والأحد تقصا حارا بين 40 و46 درجة المدرية أوضحت في نشرة انذرية من مستوى يقضة بورتقالي أنه سيتم تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة يومي الجمعة والسبت بكل من مولاي عقوب فاس مكناس تونات ووزان الخميسات سيدي سليمان سيدي قاصم قيبن صالح ريبقى بني ملال سطاة مراكوش وارحمنا قلعة سراغنا مضيفة إلى أنه يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة يومي السبت والأحد بكل من الراشدية زاقورة طاطا تارودانت السزاق واسمارة وداخل قليم الصورة جولميم بجدور أسرد وواد الثهب مغاربيا أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مسام سيا ثلاثة اعتماد مشروع الدستور الشديد بنسبة 94.6% من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتاج الاستفتاء الذي نظم في الخامس والعشرين من اليوز الماضي وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صخافي تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الشديد للجمهورية التونسية ويدخل الدستور الجديد حيث تنفيذ ابتداء من تاريخ أعلان الهيئة نتجة نهائية وختمه من طرف رئيسي الجمهورية ونشره في الجريدات الرسمية ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستناف صباح امسية ثلاثة الطعن الوحيد المقدم من طرف حزب أفاق تونس بعدا رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون وجاءت النتائج النهائية للإستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 من يوليوز وقد حصلت الإجابة بنعم على 94.6% من الأصوات أي مليونين أو أزيد من مليونين صوت وشارك في الاستفتاء نحو 30.5% من إجمالي الناخبين الذي يناهز عددهم 9 ملايين نبقى مع الأخبار الدولية حيث أعلن رئيس والوزراء الإسرائيلي يئير لبيد اليوم الأربعاء من حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين وقال لبيد في بيان تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصر العامين من البلدين وضف البيان تطوير العلاقات سيسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية وتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي من جانبه قال وزير الخرجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الأربعاء قال إن تركيا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية على الرغم من استناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل أضف أولو في مؤتمر صحفي لن نتخلى عن القضية الفلسطينية بعد إعلان إسرائيل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين وعودة السفرين الذين استدعية عام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة شاهدين بهذا القدر لنصل وياكم إلى ختم هذه الجولة الإخبارية لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكترونيكا بـ 24.5 مرة أخرى رحم الله ضحايا حادثت السير في خريبكا ونتمنى من الجميع أن ينتبه وطريق السلامة لجميع المسافرين أينما حلوا وارتحوا شكرا على انتباهكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة